السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو ده للناس اللي بتاخد فيتامين دال بدون وصفة طبية او بتاخد فيتامين دال لمدة طويلة وبجرعات عالية او بتاخد فيتامين دال بدون تحليل فاربعين ثانية هقولك على مضعفات زيادة فيتامين دال في الجسم وكمان اعراض الزيادة دي في جسمك من مضعفات فيتامين دال تكوين حصف الكلة تلف بانسجة الكلة وبعدين يحصل فشل كلوي فقدان كتلة العظام تصلب الشرايين والانسجة عدم انتظام دقات القلب من اعراض زيادة فيتامين دال في الجسم التعب والارهاق المستمر الشعور بفقدان الشهية وفقدان الوزن بشكل غير طبيعي الشعور الدايم بالعطش والتبول المفرط والشعور بالجفاف الشعور بالامساك طنين بالأزن ودوخة وغسيان وقي الضعف في عضلات الجسم ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب العصبية الزيدي دي اهم مضعفات فيتامين دال واعراض زيادة فيتامين دال في الجسم في الفيديو اللي جاء ان شاء الله هنتكلم عن علاقة فيتامين دال بتخفيف الوزن او انقاص الوزن بتمنى تكتبونا في التعليقات تحت الفيديو نتيجة اخر تحليل لفيتامين دال انت عملته بتمنى ليكم الصحة والعافية كم معاكم دكتور طريق تركي اشتركوا في القناة والعناب القدم والقدم السكري سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته